اشتركوا في القناة بخالص الولاء لجلالته بمناسبة ذكرى الخامس من فبراير ومرور 53 عاما على تأسيس قوة دفاع البحرين وشاد معاليه في برقيته بالتوجيهات الحكيمة لجلالة الملك المفدى ودعم جلالته المتواصل الذين لهم الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى فيما واصلت ليه قوة دفاع البحرين من تطور وكفاءة عالية وجاهزية قتالية وانطباط عسكري وسمعة طيبة يفخر بها كل مخلص لهذا البلد وأكد معاليه أن رجال قوة دفاع البحرين يجددون لجلالة الملك المفدى العهد والولاء والإخلاص باذلين الغالي والنفيس ومزيدا من العطاء والتضحية في سبيل عزة ورفعة مملكتنا الغالية وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أعرب فيها جلالته عن تقديره لمعالي ولجميع منسوبي قوة دفاع البحرين الباسلة قادة وضباطا وجنودا على تهنيئتهم بهذه المناسبة العزيزة مؤكدا جلالته أن قوة دفاع البحرين ستبقى بإذن الله قوية عتيدة يتمتع من سوبوها بأعلى درجات الكفاءة مؤزرة بكل عوامل الاقتدار تدريبا وتسليحا وجاهزية واستعدادا للتضحية لأجل سلامة هذا الوطن بكل الوفاء والولاء معربا جلالته عن تقديره لما بذله ويبذله معاليه من جهد مخلص لتحقيق هذه الأهداف اشتركوا في القناة